أكد مصدر تونسي مسؤول توقف الحركة التجارية بمعبري ذيب وازن الحدودي ولفت المصدر في تصريحات لإذاعة موزايكة تونسية بأن التوقف جاء بشكل مفاجئ صباحا اليوم بقرار من الجانبية الليبي وأكد أن ليبيا أوقفت الحركة التجارية دون توضيح الأسباب أو دون تحديد مدة التوقف مشيرا إلى أن القرار لم يشمل الركاب والمسافرين ولمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من تونس مرسلتنا أميمة بن خلف أهلا بك أميمة إذن في البداية ربما هل هذا الموضوع أو ربما هل هذا القرار مؤكد وما هي تفاصيله إلى الآن نعم رامي حاليا ليس هناك تأكيد رسمي لا من السلطات التونسية على غلق المعبر بشكل فجأي كان قد أغلق صباحا اليوم في شأن المبادلات التجارية ولكن كما ذكرت تحرك المسافرين يتم بشكل طبيعي وعادي كما عدناه منذ السنوات هذا المعبر الذي يبعد تقريبا مئة كيلومتر عن المركز محافظة مدينة تطوين بجنوب شرق تونس يبعد خمس كيلومترات عن مدينة الذهبة تونسية ونفس المسافة عن المدينة الليبية وازن وهو بالأساس المعبر الثاني من حيث الأهمية بشكل عام من حيث المبادلات التجارية في مرتبة أولى يأتي معبر رسل جدير ثم معبر الذهبة وازن هذا ليس الإغلاق الأول بشكل فجئي كان قد أغلق المعبر بقرار ليبي أيضا الأسبوع الفارد دون ذكر أيضا الأسباب نعم أيضا ربما أمام بالحديث عن أن هذا المعبر له أهمية اقتصادية وأهمية في التبادلات التجارية بين تونس وليبيا كما أشرت إلى أي مدى ربما هذا يحلنا إلى الحديث عن الاستعدادات الاقتصادية في تونس لشهر رمضان وكيف هي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام هناك نعم رمي هذا المعبر ربما المبادلات التجارية مع الجانب الليبي تأتي في الردبة الخامسة بالنسبة لتونس بعد فرنسا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ونذكر أنه تم إنشاء خط بحر جديد يربط تونس وليبيا وأيضا المغرب وإسبانيا لسهل المبادلات التجارية بحريا في ظرف زمن قصير أقصى تقدير ستة أيام وتقريبا مئة شركة تونسية تتعامل مع ثلاثين شركة ليبية من حيث التصدير والتوريد وعدة منتجات بين البلدين من ذلك مواد فلاحية الفوسفات ومشتقاته الكهرباء وقطع السيارات وأيضا المواد الغذائية سواء الليبية أو التونسية وتستعد تونس لشهر رمضان كبقية الدول العالم عبر عمل حثيث من قبل وزارة التجارة التونسية على توفير المواد الأساسية من ذلك الحبوب ومشتقاتها ومادة السكر والقهوة وغيرها في كافة الأسواق والمخازن ومسالك التوزيع مع تكثيف الرقابة على كامل مسالك التوزيع وتم شحن عدة مواد بأطنان كبيرة لتضخف السوق التونسي لتأمين سيرورة الحركة التجارية خلال شهر رمضان وعدم الوقوع في فقدان مواد الأساسية مثل ما حصل خلال الفترة القادمة ولكن رامي ميدانيا لا تزال هناك بعض الصعوبات على مستوى تعامل المواطنين في الأفران مثلا والطوابير لازالت طويلة أمام الأفران وحتى في المغازات العامة ولا يحق للمواطنة التي تونسي سواء أن يحمل علبتين من الحليب مثلا وكيلو فقط من التحين في انتظار كما قلت أن توفر وزارة التجارة الكاميات التي قامت بتوريدها من البلدان التي تجمعها مع شراكة تجارية شكرا جزيلا لك أماما على كل هذه التفاصيل والمعلومات إذن كانت معنا مباشرة من تونس مرسلتنا أماما بن خلف